عن الدستور اللي استفتاء عليه أهم المواد إيجابياته لو فيه أي سلبيات كيفية التعامل معها مواد برضو كانت مسيرة للجدل ما بينها طبعا اللي تم إقراره في اللحظات الأخيرة يوم التصويت على الدستور فيما يتعلق بالمواد الانتقالية وإيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية خاردة الطريق خاردة المستقبل هل هتكون الانتخابات البرلمانية أولا ويليها الرئاسية زي ما نصت خاردة الطريق ولا هيكون فيه تعديلات واقتراحات خاصة بأن الانتخابات الرئاسية أولا هل ده يتعارض مع مواد الدستور ولا لا كل دي أسئلة هنترحها على دكتور عمر هاشم ربيع الخبير طبعا في هذه الشؤون الخبير في الاستفتاءات والانتخابات وكل ما يتعلق طبعا بهذا النظام رئيس وحدة الانتخابات بمجلس بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور عمر إن شاء الله ضفنا النهاردة في الحياة اليوم